مرة أخرى يشار بأصابع الاتهام إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي بالدلوع في عملية اغتيال بالسوريا صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلت عن مصادر استخباراتية أن الموساد قد يكون متورطاً في اغتيال مدير مركز البحوث العلمية السوري عزيز إسبر وصائقه بتفخيخ سيارته السبت الماضي في ريف حمى ويعد إسبر أحد أهم العلماء المتخصصين في تطوير السواريخ في سوريا حيث كان يتواصل مع كبار المسؤولين في الحكومتين السورية والإيرانية كما تعاون وفق مصادر الصحيفة مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس التبع للحرس الثوري الإيراني لتطوير سواريخ فائقة الدقة يمكنها استهداف مدن إسرائيلية كما شارك العالم السوري في تطوير الأسلحة الكيموية في بلاده وكذلك برنامج السواريخ الإيرانية وعمل على تطوير السواريخ المتوسطة والطويلة المدى حيث أشارت المصادر إلى أنه كان يعمل في السنوات الأخيرة على بناء مصنع جديد للأسلحة تحت الأرض ليحل محل المصنع الذي تم تدميره في ضربة إسرائيلية العام الماضي وقالت المصادر إنه كانت لأسبر علاقات وطيدة مع علماء إيرانيين وكوريين الشماليين وكذلك مع ميليشيات حزب الله حيث شارك في تنسيق العديد من العمليات الإيرانية في سوريا وفيما لم تعلق تل أبيب على تقرير صحيفة قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردا لوسائل الإعلام الإسرائيلية إن الحديث هو عن شخص شارك في تجهيز أسوأ الأنظمة في العالم بأسلحة نوعية وإن حقيقة عدم وجوده تجعل العالم أفضل حسب تعبير المسؤول الإسرائيلي وشهدت الشهور الماضية تصعيدا كبيرا بين تهران وتل أبيب بشأن سوريا كما أعلن الجيش الإسرائيلي في مايو الماضي عن ضرب عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في سوريا ردا على إطلاق سواريخ ضد مواقع في هذبة الجولان المحتلة نسبها إلى إيران ورغم أنه نادرا ما تتحدث إسرائيل عن هذه العمليات لكنها في المقابل تكرر دائما أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا الآن سنتحدث عن تداعيات هذه العملية عملية اغتيال عزيز إسبر المسؤول عن الملف الكيماوي أو أحد المسؤولين في سوريا عن هذا الملف كان هناك سجال بين الحكومة السورية ومؤيدها والمعارضة حول من الذي اغتاله هناك التهم موجه لإسرائيل المعارضة تقول أن النظام أو الحكومة السورية هي التي صفته ضمن برنامج نقرأ بعض التغريدات التي على وسائل التواصل الاجتماعي هنا مثلا هنا براء عبد الرحمن من المعارضة يقول اغتيال عزيز إسبر في مصياف بسوريا عزيز مسؤول ملف كيماوي النظام مدير البحوث العلمية متورط بدعم الأسلحة الكيماوية للنظام المستخدمة ضد المدنيين قد تم قتله في مصياف الموالية والمسيطر عليها كما يقول من قبل النظام وبعب وناسفة الأنباء تؤكد تورط النظام بتصفيته لإنهاء ملف كيماوي سوريا أيضا هناك من تنبأ بأن هذه العملية قد تتكرر مع بعض الرموز مثلا هذه التغريدة لبسام جعارة المعارض السوري يقول اغتيال المجرم اللواء عزيز إسبر مدير مركز البحوث العلمية في مصياف ليس الأول من نوعه لن يكون الأخير سيتم استياد المجرمين دون توقف هنا يشير أكثر إلى أن المعارضة هي التي قامت بغتياله في المقابل المؤيدون للحكومة السورية يقولون بأنه في شيء في الموضوع مثلا عماد دعود يقول الأمر الذي يجب أن لا نستهتر فيه وجود الخوانة أينما كان وهؤلاء لا يهمهم وطن ولا دين ولا مذهب ربهم معبودهم المال قتله يقول عن عزيز إسبر الذي يصفه بالشهيد قتله الصهاينة المنفذ لا شك خوانة قتلوا عالم ليقبضوا دولارات الخوانة حولنا فلندقق هنا أيضا يتحدث عن ربما اختراقات ورشة ربما وراء هذا الموضوع آخر تغريدة هنا أيضا حتى نكمل الصورة تقول سارة سلوم خسارة كبيرة لسوريا استشهاد العقل العسكري للصناعات العسكرية السورية دكتور عزيز إسبر رئيس مركز البحوث العلمي في مصياف بعبوة ناسفة تم تفجيرها على جانب الطريق أثناء مروره بسيارته الدكتور إسبر كان قد ناجى من عدة محاولات إسرائيلية تقول أن إسرائيل كانت قد طلب أكثر من مرة أن تفعل ذلك والاغتياله جوان بصواريخ بعيدة المدى وتقول الخلود للشهداء إذن من الذي قتله من الذي اغتاله ولمصلحة من هل إسرائيل لها مصلحة هل كانت طرف هل قامت باغتياله مباشرة أم استعانت بالمعارضة كيف أم أن النظام هو الذي يصفي بعض الرموز حتى يبعد عن نفسه شبهة جرائم ضد الإنسانية نبحث في هذا الملف مع ضيفنا من لندن مدير مركز الأبحاث في مؤسسة العرب غسان إبراهيم أهلا وسهلا بك غسان إلى مسار الأحداث في سكاي نيوز عربية الآن أصابع الاتهام تتجه مباشرة نحو إسرائيل لأنها حاولت أن تغتاله أكثر من مرة أبدت ارتياحها من اغتياله لكن هل يمكن أن تكون يد إسرائيل التي وصلت إليه بشكل مباشر أم في تعاون بين إسرائيل والمعارضة أم في رواية أخرى بأن النظام ما رأيك يعني حقيقة هناك كل هذه الروايات مطروحة للنقاش فالبعض يقول أن المعارضة قامت بهذا العمل هذا الأمر جدا مستبعد فالعملية حدثت في منطقة كاملة السيطرة للنظام بها حاضنة اجتماعية محسوبة على النظام وهو شخصية رفيعة المستوى ومن الصعوبة جدا جدا أن تستطيع المعارضة في الوقت الحالي القيام بمثل هذا الأمر لو حدثت هذه العملية في السنوات الماضية عندما كانت المعارضة قوية عسكريا ولها وجود عسكري في سوريا بشكل كبير قد يكون هذا السيناريو مطروحا ومنطقيا أما في الوقت الحالي فقيام المعارضة أو بعض الفصائل المحسوبة عليها بمثل هذا العمل شبه مستحيل أما بالنسبة لإسرائيل طبعا غير مستبعد يعني قد تكون إسرائيل خلف هذا العمل إسرائيل معنية باستهداف النظام بشكل أو بآخر وخصوصا عندما يكون هناك تعاون مع إيران وهذه الشخصية لها علاقاتها الخاصة مع إيران وعلى مستويات عالية مما يجعل أن تكون لإسرائيل يها يد بهذا الموضوع أمر مطروح ولكن الخيار لكن كيف وصلت إليه إذا كانت إسرائيل هنا النقطة لأنه كما قلت في منطقة حاضنة وهذا لغم لم يقتل بصاروخ مثلا وإنما زرع لغم على في الأرض هل يمكن أن تكون إسرائيل اخترقت كما قالت إحدى التغريدات من خلال شراء الأموال وفساد إذا كنت تسمعني نعم نعم هذا السيناريو ممكن أن يكون اعتمدت سوريا مخترقة بشكل كبير من الجانب الإسرائيلي دائما نشاهد الضربات الإسرائيلية تصفاد أهدافها بدقة عالية عندما تضرب مقرات للإيرانيين وعادة ما يكون الإيرانيون في سوريا أكثر أمانا وأكثر مصداقية بحماية مواقعهم من أمآكن النظام فما بالك النظام الذي فقد الكثير من قدراته على حماية الشخصيات المهمة وحماية المناطق الهامة فبالتالي يمكن لإسرائيل باعتماد على جواسيسها والشخصيات التي تعتمد عليهم داخل سوريا أن يقوموا بمثل هذه المهمة اسمح لي هنا أنا أسأل هناك أيضا من قال أن التوقيت جاء مع إرسال رسائل لعائلات الذين قتلوا في السجون تحت التعذيب هذه القوائم التي قل بأنها ترسل الآن من أجل التحايل والتهرب من أي تهمة بجرائم ضد الإنسانية والمحاسبة الآن وأنه ممكن هذا الشخص أيضا أن يكون مشكلة بالنسبة للنظام هؤلاء يقولون بأن النظام لم يتوانى عن قتل بعض رموزه يعني رستم غزالة حتى من قيادات حزب الله الذين قتلوا وبالتالي هل هذا وارد؟ هذا أعتقد هذا السيناريا هو الأرجح يعني على الأغلب أن النظام قامت تخلص منه لاعتبارات كثيرة أولا هو مسؤول عن الملف الكيماوي بشكل أساسي وأيضا مسؤول عن الصواريخ ونظام الصواريخ وأيضا مسؤول عن أيضا بعض جرائم الحرب التي ارتكبت عندما تورط بتصنيع البراميل المتفجرة كان له دور بتطوير هذه البراميل المتفجرة والتي استخدمت وهناك وثائق كثيرة تؤكد أن النظام عندما استخدمها ارتكب جرائم حرب وبالتالي النظام في هذه المرحلة بعدما بدأ يشعر بأنه انتصر عسكريا بدأ يلجأ لتصفية الشخصيات التي قد تورطه في المستقبل سبق أن قام النظام عندما اغتال الحريري بتصفية كل الشهود وكل الضباط المعنيين بهذا الملف وعلى رأسهم غازي كنعان وكالعادة النظام قال أن أسباب هذه الاغتيالات وعكة صحية وأسباب غير منطقية في أن تحدث فبالتالي أن يقوم النظام باستهدافه هذه الشخصية أمر طبيعي جدا علينا أن لا ننسى أن النظام حتى استهدف شخصيات جدا مقربة من زوج أخت بشار الأسد آصف شوكت تم استهدافه عندما تفجير خلية الأزمة وللأسف أيضا في تلك الفترة المعارضة بشكل غير بدون مصداقية تبنت هذه العملية وتبين في الفترات اللاحقة أن من قام بهذه العملية شخصيات مقربين من إيران بمعنى آخر النظام وحلفائه هنا سآل أخير لو سماحت باختصار أيضا يعني الحديث عن أن الحكومة السورية النظام السوري يحاول أن يتخلص من هذه الأوراق التي قد تورطه في قضايا جنائية دولية يستلزم الحديث عن أنه في معارضة قوية فعلا تقوم بهذا الدور وتذهب إلى المحاكم من الذي يقوم بهذا الدور؟ هل تجد أنه في معارضة أو حتى دول أوروبية فعلا تقوم بهذا الدور تلاحق النظام أو مستعدة فعلا أن تكون جدية في ملاحقته بالمحاكم الدولية؟ يعني فعليا بدأت عملية تسجيل مجموعة من الملفات المحسوبة على شخصيات تعادل أعدادها بين 60 إلى 100 شخص حقيقة بدأت هذه الملفات تكتمل جمع الوثائق جمع المعلومات جمع حقيقة الشهود على هذه العمليات وهناك عدة أطراف منخرطة في هذا العمل المعارضة وبعض المتطوعين من القانونيين وخصوصا أن هناك أعداد كبيرة من المحامين الذين خرجوا من سوريا ولديهم المعلومات وقاموا بتوثيق هذه المعلومات بالإضافة للتعاون مع جهات أوروبية وجهات أمريكية وجهات عديدة حريصة على إعداد هذه الملفات لتكون جاهزة في يوم من الأيام عندما يرفض نظام الأسد الجوء إلى الحل السياسي الجميع يعلم أن الواتمتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة مصرع على أن يكون الحال في جينيب وفي حال رفض النظام الإنخيرات في هذا الأمر أعتقد هذه الملفات سوف تستخدم شكرا جزيلا لضيفنا من لندن مدير مركز الأبحاث في مؤسسة العرب غسان إبراهيم